لكن هذا كان في قرطبة فقط في قرطبة فقط أين باقي بلاد الأندلس تفتتت البلاد وتشتت العباد بعد كما ذكرت بعد سقوط الدولة العامرية ثم بعد إنهاء حكم الأمويين في الأندلس فتفرقت البلاد وتفتتت البلاد ونسوا أو تناسوا أصلا عظيما في شرعنا وهو الوحدة بين المسلمين والأخوة بين المسلمين فصار الأخ يحارب أخاه ويقتتل الجميع من أجل المناصب ومن أجل توسعة الممالك والإمارات والله سبحانه وتعالى امتن على المسلمين بأنهم كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أشتاة متفرقين فقال سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانه وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم وأحديث النبي عليه الصلاة والسلام والآيات أيضا كثيرة في هذا الصدد وأحديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة أيضا في هذا الصدد من ما ورد عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه والحديث في الصحيحين وكذلك حديث النعمان رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل أو ترى المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا تداعى منه عضو تداعى له إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم والحديث عند مسلم وغيره النصوص في القرآن كثيرة والنصوص في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة لكنهم تركوا كل ذلك وراء ظهورهم وتناحروا وتقاتلوا وتدابروا وتنافروا من أجل الجاه ومن أجل السلطة ومن أجل الحكم وكنتيجة طبيعية لهذا